في الحلقة السابقة ما قسمنا الوجه ففي الحلقة بالثلث العلوي رح يكون في عندي فقط حقن للبوتوكس ودائما احنا بنحكي توسيع للعين ورفع الثلث الأخير من الحاجب اذا احنا رفعنا الثلث المتوسط بيبين الشخص متفاجئ او بيبين نظرة شريرة فاحنا دائما بنرفع من الثلث الأخير عشان توسع العين واخفف من تهدل الجفن بالمنطقة المتوسطة احنا الحقن عنا بنسميه وينج لايك اللي هو بالضبط بيشبه الجناح وهذا بيكون خارجي عشان يساهم بيشد الوجه والآن في عنا نقطة اللي بسموها الكنتور الكنتور هو عبارة عن الحقن بمكانين انه أنا بحقن بالمنطقة العلوية من الخد والمنطقة السفلية من الدقن فبصير هاي المنطقة اللي هي الكنتور بصير مكان فراغ فهاي مرتفعة وهي مرتفعة وهذا الفراغ اللي بسموه كنتور والبنات بيساووا بالمكياج انهم بحاولوا يساووا هذا الكنتور لكن احنا بنساويه بالفلر فبكون طبيعي عنا موضوع التكسس التكسس اللي هو تعريض الفك من مقدمة التشين للمنطقة الخلفية من الماستر مصل اللي هي العضلة احنا لما نعض هاي هي العضلة الخارجية فاحنا منحقن بهاي المنطقة بهاي النقطة وبنحقن بهذه النقطة من الجهة الثانية فبكون عندي مثلت فأنا بعرض الفك ونيجي من نفس التكسس تطلع على الجهة اليمين لان في عندي يجب ان يكون مستوى الشفاء مع التشين فأنا بحقن المنطقة هاي عشان اقدمها للأمام فتسير على مستوى الشفاء هذا هو التكسس وهو بعطي المظهر العصري للوجه اخر شي بنحكيه بالمنطقة الداخلية بالفلر اللي هو لما يحكو لك باللبس بدي كنتور او فوليوم او شو كنتور او شو فوليوم احنا بنحكي الكنتور اللي هو الاطار الخارجي للشفاء اللي هو اللون الابيض والفوليوم اللي هي المنطقة الملونة او اللي بتكون بينك بشكل طبيعي الاختلاف بالحقن ما بين مريضة ومريضة انه انا بنظر للأمر بالمسافة اللي موجودة من حدقة العين نزولا الخط هذا مستقيم اذا كانت حفة الفم قريبة فهاي البنت بدها فوليوم عشان انا اخلي دائما الحقن بالمنطقة الداخلية واذا كان هذا خارجي بحاول انا احقن بالجوانب اشي اسمه كنتور بالحالة هاي بتصير البنت او اي شخص بده يسوي تجميل بانظر للأمر الشيء اللي بيناسبه يعني مش كل حدا بتسواله كنتور او فوليوم او تكسس او اي نوع من انواع الحقن بناسب كل الوجوه وهيك المريضة بتقدر تعرف انه انا الشيء اللي بيناسبني هذا او بيناسب وجهي عشان احنا هدفنا تجميل وليس تضخيم وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي الحلقة اللي شرحنا فيها عن اماكن الحقن وشو بيناسب كل وجه كونوا معنا ان شاء الله بحلقات ثانية عشان نشرح فيها برضو عن بعض الامور التجميلية اشتركوا في القناة 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 شكرا